ترجمة نانسي قنقر وزير شؤون البلدية والزراعة السيد مارتين هبكي رئيس هيئة التخطيط المكاني والتعمير في الجمهورية السلوفاكية الصديقة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى مملكة البحرين وأشاد معاليه بما ستشهده هذه الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط المكاني والتعمير السلوفاكية بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي في التنمية الحضرية والتشجير وقوانين البناء والتعمير ورقمنة أنظمتها وتراخيصها والرصد الذكي لمراحل التشهيد المختلفة لافتا معاليه لما تمثله التجربة السلوفاكية من نموذج رائد يستحق الاستكشاف وتسليط الضوء عليه في مجال نمذجة معلومات البناء باعتبارها أداة تساعد على تحسين كفاءة ودقة عمليات التصميم والبناء وصيانة المباني والمنشآت وفي مجال التخطيط المكاني بوصفه عملية شاملة لتحديد وتنظيم الاستخدامات المختلفة للأراضي والتصميم المناسب للمجتمعات والمناطق والمساحات الخضراء والبنى التحتية وذلك بغرض تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتعزيز جودة الحياة من جانبه أكد رئيس هيئة التخطيط المكاني والتعمير في الجمهورية السلوفاكية أكد على حرص بلاده على توطيد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع مملكة البحرين لسيما في مجالي التعليم العالي وتطوير قوانين التعمير والبناء ورقمنة أنظمتها وتصاريحها راجيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والازدهار